نم 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 اوه بكفي بكفي نوم خلاص ماشا لازم تستيقظ اصبحنا واصبح الملك ولله اوه متا بدي اطلع من هادا المكان الدب وضعني بداخل السجن هادا لانو انا كنت مشاكس كتير وهو حكالي لازم تتعاقبي لانو انتي لازم اتبط لي مشاكسي بس والله انا بصراحة حزينة لانه وطركني بهذا المكان حاولت اني انا اسوي اختراعات حتى افجر السجن واطلع ولكن افشل جرب جميع انواع الاختراعات وما نجح معي اي شي والله ما انا عارف ايش بدي اعمال ما فيش الواحد يسويه شو هذا موجود صندوق تحت السرير ما كنت شايفته وجدت بداخله بكاكس اذا هلا بادر اروب يلا يلا يكسري كسري كسري بيو ليش ما بيتكسر معقول هذا لانه مصنوع من الحديد وانا هذا بكاكس مصنوع من الخشب لا شو عدا والله احتمال كبير استنوا وجدت كمان صندوق رائع اكيد الحر رح يكونون يلا خلينا ادخل طيب زيك والله مستحيل طب خلينا اكسر علي بلك يلا 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 كمان اي ما بتتكسر لا تحكوا لهذا الكلام كسرتها يا سلام خلص بطلت احتاج البيكاكس لانه عارفة راح علي انا ادوات الهروب شو هدول الادوات الغبيات والله ما اتوقع منهم اي فايدة قلنا اجرب هاي ما بصير اي اشي طيب هاي هاي واو صرت صغيرة بحجم النملة يا سلام وهي اش بتسوي بترجعني كبيرة واو واو والله حلو رائع كتير اذا انا الان بكون هرب من هذا ايه السجن تبعد بدوب هلا بسرعة بسرعة قبل لا يرجع علشان اتكد ان انا موجودة ولا لأ بدي اهرب منه بدي اروح على هذا المكان واو والله هذا المكان باينته مخيف ومرعب بس انا ما راح اخاف يلا بيو اسحك تسقطي والله بحر الدم هذا مرعب كتير يما هياكل عظمية وجماجم خلاص لا تهتمي خليني اكبس على هاي ايه ما صار اي اشي طيب خليني اكبس على هاي يييييييييي يا سلام والله الخطة هيه zigطيت وانا متل ما انت شايفين انتقلت الى مكان الكوكب تبعي مكان كوكب ما شوي الدوب شايفين هذا الكوكب لون وردي على لوني تماما ولكن انا خايف والله ارجع الى الداخل شوفني الدفدوب ويحكي لي انت مطروضة ما في تجعل هذا الكوكب لانه ربط من السجن خلاص هدول الجنود رح يحموني لأنهم هم بيحبوني كتير صح يا جنود وكمان هون موجود أصدقائي هذول الناس كلياتهم هالي القرية تبعوني وهم بيحبوني نعم من حبك كتير أنا بحبك يا فتاة يا ماشا وواو خلاص إذن أنا الآن أصفحت جائزة بدي أنزل عند الدبدوب هاي يا دبدوب فترجاك سامحني والله بقبل رجلك موا موا فترجاك لا ترجعني على السجن أنا هرب منه إيش هربتي من السجن ما حكتلك إنه ممنوع له روب وما بصير الواحد يهرب من السجن لأنه أنت كنت لازم تقضي فترة العقوبة تبعتك إيش فترة العقوبة طيب أنا كم سنة مضيت وكم فترة العقوبة كانت الفترة كانت عشر سنوات وإنت قضيت فقط أربع أيام كيفك هربتي بس خلاص اللي هربت من السجن لأنه بيكون ذكي أنا بدي أسامحه ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ماشا وانت مش موجودة عملت مصنع وعملت يعني مزرعة للأرنفادة زرت تسوي له جزر ممكن تزرعيننا الجزر والبطاطيس نعم انا بحب الزراعة شوفوا هون لما كنا انا والدبدوب اصدقاء ولكن احنا رجعنا الان اصدقاء صح ولا لأ نعم خلاص انت صغيرتي وصديقتي ماشا لازم ارجع احكي للخنزير والذيب والنمر انك انت رجعتي الى الكوكب مرة اخرى يييي واو عم حسين يلا هي المزرعة خلينا حط دول زي هيك او حكي لكم رح اسوي مقلب بعد قليل بدبدوب يلا هلأ بدي اسوي انا الجزر لأختي الصغيرة لانه يهيه بدبطعم الارنوب يلا بسرعة لازم اجمع على الاقل عشرين حب الجزر خلينا نشوف فلا كم راح يكونوا فيو يلا ووف والله كتير دول صار معه هيوه 11 زيادة هلينها سوي كمان زي هيك عبي 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 يا سلام ذكاء والله بسطور كتير يلا خلص بكفي هلا دولة راح يكفي أختي والأرنب أنا الآن بدي أضع كل دولة بدي أسوي فيهم مقلب هيي يا دب دوب خلينا أطلع زي هيك بيو هاي علت والله بهذا المكان اطلع يا ماشا يا دوب ايه بتتحداني انه أنا أختي في وقصير متل النملة شو شايفيتنا عديا جوا فيلم كرتون مستحيل ما بتقدري طيب فيو وينك ماشا والله ما قاعد بشوفك وينك انتي وينك ايه هيا صغيرة كتير متل النملة والله مضحك هذه نملة ولا انتي لا هاي أنا والله حلو كتير هيو اختي ماشا جالسة وراي تحتي هون متل النملة والله انك انتي رايعة وذكية يا سلام بحب كتير ماشا صغيرة لانه هي رايعة كتير هادي أختي وانا بحبها جدا وانا بزرع الجزر معاه و بطعم الأرنب نعم الأرنب يلا خلينا هلا احنا الان بدنا نطعم الأرنوب وبدنا نلعب بالمزرعة الجديدة ها ها هاي أنا هو ساو الشرير مرعب الجميع بيو بيو نعم انا راح استعمل هذا المنشار لنشر جميع البشر بدي احطهم امامي زي هيك بيو بدي اقسمهم لنصين متل هذا السرير تماما انا هو المرعب ساو شوفوا شوفوا هاي الدراجة اللي بجلس عليها هادي معايوني فقط هي بتحتاج شوية بنزيا لأنه هاي الدراجة بتتحرك لوحدها على شكل مرعب يلا خلينا هلا بدركبها زيكي يا سلام واو رائعة كتير مرعبة هاي الدراجة كل الناس بخافوا منها اسمع علي لازم انت تروح وتخوف كل الناس لازم نرجع متل قبل متل زمان نرجع قوة وهي بيت نلزه الشرير ونمزع العالم تمزيع والله كلامك صحيح يعني احنا صارنا فترة طويلة مش حطين ناس باللعبة تبعيتنا كنا عنا هاي التحديات ندخل الناس الى قفص الاسماك الحد الشرير هاي عند اسنان ابت بتاع الجلد والعظيم وهون هذا تحدي الاسهم واذا هو بسوي السهم خاطئ بدخل جوه جسمه وهون جوه هذا المكان المرعب كتير بدخلون بنحط على راسه نار وزعاج بضلوا عايش خلص خلص والله لازم ارجع احطهم ولكن انا بالاول لازم ابحث عن الناس اللي بدي اضعهم بالتحدي يعني نعم روحوا دور صار في مجموعات كواكب جديدة روحوا شوف بالكريد فيها حدد من الناس الطيبين والاغبياء حتى نضعهم جوه التحديات ونصورهم وكل الناس اتشاهد مده العذاب تبعهم يلا ماشي انا موافق اللي نبدأ اخذ هذا زيكي بده احط جناحي الطيران ويلا من وين الطريق يا ترى في هوني كوكب للفتيات بصوالله كأنه عندهم جيش كبير يعني وعملاق هدهولا راح يكونوا صعبين كتير اما هذا ما اي لون بتوقع كوا مهجور فما بدي اروح عليه اما الاشي الوحيد الانا بتوقع انه موجود هو هذا الكوكب الاخضر ممكن يكون فيه ناس طيبيا غريبين كتير بس والله بصراح انا مستغرب من هادي الاشكال كيف عندهم هيكي هاي المخلوقات الغريبة ما بعرف فيها فضائية ولا بشرية ولا حيوانية هنجد والله اشي غريب كتير يلا خلينا افتح هذا الباب هاي مرحبا انا زائر جديد مرحبا مرحبا اهلا وسهلا انا هو النارية مين انت هاي رايكوان انت هو ساوي الشرير جدي اتفرج انا بنتين شوف هذا ساوي الشرير شو نعمل فيه هاي والله ما نعارف شو هذا ساوي الشرير اسمع لي انت ليش جيت لهذا المكان انا يجيت لون حتى ادخل المزيد من اللاعبين الى اللعبة تبعتي وهي لعبة الموت لعبة الاسم الخطيرة لعبة اكل السمك والسمك يأكل البشر ايش يعني جيت اخدنا لهي كون ايه ما عاش اللي بده اخدني انا وجدي وهي قوين الصغيرة شايف انت صغيرة ولكنها قوية كتير صغيرة ولكن هي كبيرة ايه هاي كبيرة تعالي لون يا فتاة اي اسكتي ولا كلمة ايه والله انا ضعيف كتير لا ضعيف ولا ايش انت شايفة مثل هيك هي ماتت شايف ولكن هي مختفت ولا رح ترجع مستحيل ترجع شو كاين هي قطة يعني في سبع ارواح هلا بنشوف نعم هاي بترجع لقيدي الحياة اسمع لي احنا عائلة ما بنموت من الاخر منظلنا نتجدد ونتجدد وما حدا بيقدر يؤتلنا بين هاشا وقت العمل تبعك لازم الان تحرقوه واتدمرو تدمير حاضر يا جدي يلا رح انفث النار وراح احرقك انا هيه يا حبيبي عنجد والله رجعت نعم يلا وانفث النار واحرقوه يلا واحد اثنين تلاتين ما صار اي ايش هلا بتشوف واحد اثنين تلاجي هيه هيه اختفوا والله ايوه بطل مبين حرقته اختفى واصبح وتحول الى رماد طبعا انا هو بنتين ومثل ما انت شايفين هاي الساعة تبعتي الامني تريكس بتحولني الى فضاء النور فضاء الفضاء فضاء الفور اربز فضاء النمر فضاء الكريستال جميع انواع الفضائيين اللي موجديين بهاي الصورة وانا كمان هذا المكان اللي باختبر عليه قوة الاسلحة تبعتي يلا يا سلام ايش رائع كبير والله شايفين القوة عنجد والله هذا السلاح ما فاقه منه بيحرق من الف متل تقريبا يلا يا جدي هلا انا بدي اظن رايح الى احدى هاي الكواكب بدي ابحث لانه بصراحة حاسس فيه شر في هاي المنطقة حاسس انا براحة شر غريبة بتطلع من هذا المكان يلا بيو او او شو هادا شو هادا مين العمل لها دي الساحة والله ايش غريب كتير هاي مين تسو هاي والله ما بنعرف اجد فتاة صغيرة شكلها مثل الدمية حطت كلها دولة واختفت مثل الساحرة والله مثل الجنية ايه مثل الجنية وين موجودة بسرعة هيا البادة الكوكب اللي بجانبك غريب كتير فتاة صغيرة دمية فتاة صغيرة دمية مثل الجنية نعم زير زديد نعم زير زديد هذا يمكن هو الناري الناري ضعيف اه انا مش ناري ضعيف انا اول اقوى ههههه انت لاقوى لاي اشي نعم انت ضعيف كتير ولو تعرف احنا عنا قدرات الجن طلع على الصورة تبعتي انا نعم شكلي يعني بدون اي حركة ما بتحرك اللي بشوفني بفكرني واقفي ولكن انا برمش اول ما يلف ضاره بيو بروح بقتله يما والله خوفتني كتير اسمع علي نعم خوفناك واحنا راح نخوفك ونتبحك بالحقيقة اسمع ده تحدك تحدي ازا انت قدلت تسوي بتكون قوي كتير مش انت ناري نعم انا ناري ايش التحدي ان احرقيك لا التحدي انه شوف في مسبح ميون بديك تنزل فيه تسبح وتنشفه زا داد تكون انت قوي كتير ايه والله بخاف انزل بالمية يعني اتبطل عندي قدرات النار ولكن لازم اسويها يلا بدون ما المس اي نقطة مياه لازم اشيل كل هاي المية بدون ما المسها ايوا بكل حاضر اي 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 والله رجلي بصراحة جت عليها هاي المية خلاص مش مشكلة مرة واحدة ما اصر اي اشي اين سويتها ايه كيف سويتها مستحيل نعم والله مستحيل صعب كتير والله صعيب شو هادا شو هادا يا شباب نتوقع احنا لازم نوجم عليه ايه تعلم ايه اي اي لا تعدين يا ماما ايه تقتل اطفالي عائلة انا بيلة شريرة احنا الدماء مسكنين بالجن ومنظلنا نرجع مرة وراء الثاني وراء الثالثة طيب يلا خد لك اي اهل ترجع والد ما حدا رح يرجع الى قيد الحياة بيو حرقتم لانه خلاص دمرتم تدمير ما ظل فيهم اي قوة حتى يرجعوا الى قيد الحياة لاني نقلتم الى جهنم الى عالم النار لانهم مشريرات كتير وكانوا يسويوا شغلة مرعبة بالبشر ويخوفوا الناس طبعا انا هو بنتين وبحب كتير اطعام البشر واني انا اطعمهم اكبر قتلي بالعالم ويالله جدي ايقوين تم الانتهاء من قتل جميع الاشرار ويك بكون بنتين انتصر عليهم جميعا واو والله انا قوي دائما بنتين هو الرقم واحد بهذا العالم يحيا بنتين اقوى بطل خارق بالعالم اشتركوا في القناة